قبل ما نبدأ التوقعات اشتركوا بالقناة اذا شونتم مش تركين وسووا لايك اذا اعجبكم الفيديو وتركوا لي اراءكم بخانة التعليقات وشون القراءة القادمة اللي حابين نسويها سواء كان اختر كرت او حسب الحروف لانه حسب الحروف شوية هالفترة شوفها مرغوبة اكثر كتبوا لي بخانة التعليقات اليوم راح نقرأ التوقعات برج السرطان طبعا على الصعيد العام الصعيد الصحي العاطفي العملي مع التركيز على الصعيد الصحي اللي هو اهم جزء انتو تنتظروا بالقراءة فخلونا هسه نبلش التوقعات الطاقة العامة اليك يا برج السرطان برج السرطان الطاقة العامة اليك هاي الفترة اشوف انت برج السرطان اشوف انه انت ممكن هاي الفترة ما اخذ قرار او انت ده تحس بقوة الهي جايتك ممكن تكون روحانياتك عالية جدا خلال هاي الفترة وممكن هنا هم اشوف انه لانه من خلال طاقتك العاطفية اشوف انه انت ما اخذ قرار انه انت توازن حاليا بين العقل وبين العاطفة انت ده تحاول توازن بين مشاعرك وعواطفك خلال هاي الفترة واشوف اكو قرار اخذته من بعد تفكير من بعد فترة طويلة ممكن من الانعزال لانه هنا اشوفك انت طالع من حالة عزلة برج السرطان ممكن تكون انت صارلك فترة متهرب او منعزل من شخص او اشخاص او ممكن حتى يكون بصورة عامة المحيط الي انت بي موجود اشوف شنة منعزل صارلك فترة طويلة بس حاليا كأنه اشوفك راح تطلع من انعزالك طبعا هاي بطاقة برج العدراء بتالو فممكن تكون انت تتعامل مع شخص من برج العدراء وانت ما اخذ قرار اتجاه هذا الشخص انه تقطع او ممكن كشفت شي عن شخص من برج العدراء وهذا الشي خلى صورته تختل بداخلك يعني اتغيرت صورتك عنه اما بالنسبة للشخص الوراك اشوف انه اكو عدم موضوح اكو شخص عنده تساؤلات او عنده معلومات غير كافية شوف اكو شخص اخذ قرار او دي حاول انه ياخد قرار بس ما اكون معلومات الكافية عنده اكو حقائق هو مش هاي فاكو نوع من التشويش ممكن هاي ايضا تكون طاقة كلام مواصل لك والكلام هذا اه ما بي صحة من شخص كاذب فحاول انه الاخبار اللي تجيك خلال هاي الفترة او حتى اللي اجتك حاول انه تتحقق بها اكثر لانه هنا اشوف اكو الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون الشريك او شخص بصورة عامة يقربك او يهمك اشوف هذا الشخص دي يحس بفقدان حاليا عنده فقدان دي يحس بالخسارة بالالم وممكن تكون انت منعزل عن هذا الشخص وهذا الشخص ما يعرف سبب انعزالك شنو فهذا الشي مسبب له تعب نفسي هو ما قاعد يعرف انت علي شنو انعزلت من عند اليش تركته هو ما متوازن هذا الشخص قاعد يبحث عن التوازن خلال هاي الفترة طبعا هاي بطاقة برج القوس ايضا في حال كنتوا تتعاملون وي احد هاي الابراج طبعا مشرط الابراج اهم شي قراءة انطبق عليكم وهنا طاقة برج الدلو او الجوزاء فهاي كانت الطاقة العامة اللي انت بها حاليا نبلش على الصعيد رح ابلش لكم بالصعيد العملي الصعيد الصحي والعائلي حتى بعدها نبلش مباشرة نحتي لك قصتك العاطفية على الصعيد العملي يا برج السرطان اشوفك مقيد جدا خلال هاي الفترة انت على الصعيد العملي اشوف البعض من عندكم ممكن قبل فترة بسيطة انت خسرت عملك بسبب اقاويل بسبب اشاعات بسبب منافسين او ممكن تكون اتعرضت حتى الخسارة مادية وهاي الخسارة مأثرة عليك بشكل كبير هاي للناس اللي عندهم شراكات او يعني عندهم عمل خاص بهم اما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين او شي قاعد اشوفك انت خلال هاي الفترة بدا تحس نفسك مقيدة او عندك لمة معين للمصاريف بدا تحاول انه اتمشي مصاريفك بالعافية يعني شون نقول بالعافية احنا يعني اتعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذي اتكفيك الاخر الشهر كلنا نعرف انه احنا حاليا بازمة فممكن هاي الازمة المادية مأثرة عليك طبعا الورقة اللي طالعة هناك للمال هي ورقة السبن وفوند المخلوبة فاللي قاعد اشوف انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية او حتى انه اتخلي المت معين للمصاريف حتى ما تحتاج ونفس الوقت تكون يعني شلون شون اوصف لك يا انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت او سواء البيت او اذا شنت انت مثلا عندك مسؤوليات اتجاه العائلة لان البعض منكم اشوف عندهم مسؤوليات اتجاه العائلة طلعت لي بالاسرة فدا تحاول تساعد فدا تحاول انه تخلي وضعك المادية مستقر حاليا وعندك تفكير كلش كبير بالمادة ومؤثر عليك هذا التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة فحاولوا انه تفكروني بايجابية شوية خلال الفترة اللي جاية يعني خلوها على الله اشوف اكم مساعدة من شخص من العائلة مقرب من العائلة راح يمد ايده وراح يساعدكم بمبلغ او ممكن باشي ثاني اذا كانت تشنت مثلا رايد وظيفة او شغل خاصة للناس اللي خسروا شغلهم اشوفوا بسبب اقاويل او حتى خسروا ممكن خسارة مالية اشوف اكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلع من الازمة اللي هو موجود بها حاليا واللي هي تشمل العمل والمادة بالنسبة للصعيد الصحي اليك يا برج السرطان اللي اشوفه انه انت صحتك حاليا متأثرة بالحالة النفسية بالدرجة الاولى البعض منكم يا برج السرطان طالع لي هنا سيناريو موجود انه اكو كلام وصل اليك او انحجة عنك الكلام هذا كان بيظلم وهذا كلام حاليا اموجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي اشوف اكو كلام او اقاويل طلعت على برج السرطان باخر فترة وهي الاقاويل او حتى المكالم اللي اجتها او الرسالة مأثرة على صحته بالدرجة الاولى فالبعض من عندكم اشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير ارق ما يقدر ينام بعض منكم اشوف عنده صداع اما البعض الثاني من برج السرطان اشوف عندك الام بالعظام خلال هاي الفترة حاول تنتبه عليها شوية وحاول اذا زادت عندك هذه الام انه تتجه الى الطبيب استشارة طبية بس ان شاء الله الامور طيبة يعني لا تخافون الله ينطيكم الصحة والعافية بس هي مجرد اشياء ممكنان ينبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم وممكن تتفادون شيء اكبر فالبعض منكم اشوف قليل من القلق النفسي اللي موجود عندكم لان هذا شيء قاعد يأثر عندكم ارق على منطقة الرئيس الصداع وبسبب قلت لكم اقاويل اكوا على برج السرطان اكوا ناس دا تحاول توقع بينك وبين شخص او حتى تسبب لك مشاكل بالعائلة احذر من هاي الطاقة شوية واحذر من هذول الناس وحاول انه تخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفترة الحالية لانه ممكن يطلع عليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية بس اطمنان اشوف انه انت قد التحدي فراح تقدر تصد هاي الاشاعات والاقاويل بس هذا لا يمنع انه هي ممكن تأثر على حالتك النفسية اما بالنسبة للصعيد العائلي برج السرطان اشوف على الصعيد العائلي امورك راح تبلش تتوازن اكوا مصالحات مع البعض البعض منكم اشوف عنده مشاكل صار لفترة ممكن ويا اخ كبير او ويا الاب شخصية الاب او الاخ الكبير بس اشوف اكوا مصالحة اما بالنسبة للناس اللي متزوجين اشوف اكوا مساعدة راح تكون اكوا شخص راح يقدم مساعدة لكم قلت لكم ايها على الصعيد العمل ايضا شخص من العائلة اشوف راح يقدم لك مساعدة بمبلغ مالي راح ينطيك اياه حتى تمشي امورك به خلال هاي الفترة وقول لي قاعد اشوفه انه انت راح تقبله هذا الشخص كبير بس ان اشوفه اكبر من عتكم والفترة الجاية خلال يعني ثمانة ايام راح يكون اليك تواصل ويا هذا الشخص وممكن انه راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي امورك بالفترة الحالية هسا ننتقل للصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي اشوف اني عندي مقسومة القراءة العاطفية الى نصفين للمنفصلين صار لهم فترة ولل يعني الناس اللي هسا مرتبطين او رد بعلاقه هم موجودين فخلي ابلش لكم اول مرة بالناس اللي هم اساسا بعلاقه الفترة الحالية يعني مرتبطين يعني اشوف انه الناس اللي حاليان بعلاقه انتوا قاعد تتعاملون ويا شخص عنيد ممكن يكون اكبر منكم بالسن هذا الشخص او ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن ممكن هو اكبر او انتوا اكبر بس اللي قاعد اشوف انه اكو شخص مغرور متكبر جدا عنيد وهو يحكي بكلمة اوني 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 يعني من النوع اللي صعوب يعبر عن مشاعره وحتى من يعبر عن مشاعره اتحس انه اكو بيها غرور يحسسك انه هو اكو منية بالمشاعر اللي هو دايبلك هو هذا الشخص ااني اشوف انه عنده مشاعر اتجاهك هذا لا يمنع ان هو مشاعر اتجاهك موجودة ولكن هو من النوع اللي عنده كبرياء الكبرياء زايد عن حد الدرجة انه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره هو يستحيف يعبر عن مشاعر الشخص ممكن هذا الشخص من النوع اللي يقولك انا اذا اعبر عن مشاعره وابين ضعفه لهذا الشخص فهذا الشخص باتشر راح يستغلني راح يتعبني اشوف انه هذا الشخص ممكن كانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة وهاي المشاكل اللي عنده صارت وياها سابقا بسبب اهتمامه زائد بالناس خلتها خلال هاي الفترة هو خايف انه ينطي مشاعر يعني امصدر وجه خشب للناس رغم انه هو اكو مشاعر بداخله البعض منكم اشوف انت وعدكم زعل ويا هذا الشخص صار لكم فترة ممكن سبع تيام وشي رقم يعني اكو شي برقم سبعة طالع لكم هنانا اكثر من مرة تكرر فهذا الشخص اشوف اذا صار بينكم زعل هو يريد يجي يقدم صلوح طبعا هاي مولي منفصلين للمرتبطين وحاليا اكو بينهم تباعد يريد يتقدم هذا شخص خطوة تجاهك يريد يصالحك هو مقدم لك كاس الحب يريد يصالح ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء هو ده يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي انتظر شوية هو راح يبادر هو راح يزمسج هو راح ينطيني اشارة حتى ان يدخل فهو منتظركم هذا الشخص طبعا الحلو انه العلاقة اللي بينكم وبين هذا الشخص رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون عنيد ومتكبر شوية وهو تعبان بحياته هواية هذا الشخص اشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه فالهالسبب هو يشوف الناس بطرف عينه يعني هو من يباوع حتى على الشخص اتحسه يباوع بطرف عينه وممكن ايضا يكون هذا الشخص من برج الحمل اللي انتو تتعاملون ويهمينه ذات شنا نحكي على ابراج فطالع لكم برج الحمل يعني هو طاقة هذا الشخص طاقة الامبراطور طالع فهو كل شي معظم نفسه يعني هو شي كل شي يزيد عن حد ينقلب ضده مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينة بس انه من يواصل المرحلة انه يستحي في كل مشاعر ما يعبر عنها فهذا الشخص اكو عنده مشكلة من الطفولة ممكن مؤثر عليها بحياته او مر بعلاقة فاشلة وهنا همي ايضا طلع لانه هو ممكن يكون سابقا مر بعلاقة فاشلة ضيع بها وقته ضيع بها تعبه وهتم ولكن الطرف الثاني اجازب انه ممكن خذلة او خيب ظنه فهذا الشي اللي يمخليه حاليا هو يستفعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية يمخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا بكل الاحوال البعض منكم طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية لانه هواي ناس يكتبوا لي بالتعليقات انه القراءة عكسية القراءة عكسية ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية ممكن تكون انت الشخص اللي انا داحتش علي و اقول شريكك انتو ادرا انتو تعرفون اكثر لانها قراءة عامة فمستحيل تنطبق عليكم كلكم تنطبق علي جزء من عدكم فقط يعني ممكن تنطبق نسبة خمسين بالمئة ثلاثين بالمئة بس مرح تنطبق مية بالمئة عالكل هاي بالنسبة لبعض الاول اشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين اكو الصلوح بعد تباعد صار ببيناتكم ممكن صار لكم سبع تيام او ممكن اكثر يعني الله اعلم حسب المدة اللي انتم متباعدين بها اشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر انه هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره واخيرا بعد فترة بعد تعب بس ما اشوفه هتجيب طريقة مباشرة راح يبلش خطوة خطوة هو ما يحب مو من النوع اللي يحب التسرر هو شوي ثقيل قاعد بمكانه فراح يبلش طبعا هو مراقبك هسه حاليا ومنتظر منك اشارة او منتظر انه انت تدخله بس راح يستسلم اخر شي وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة مو منفصلين وانما اكو زعل او فتور بالعلاقة صار لفترة اكو مصالحات راح ترجع من بعد عناد سواء من ناحيتك او من ناحيتك اما بالنسبة للبعض الثاني اشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولون تتهربون من شخص صار لكم فترة دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية لانه هاي العلاقة اشوفها ماثرة عليكم هواية خلال هاي الفترة دا تفكرون بها هواية ممكن عدكم تخوف او تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة فالبعض من برج السرطان اشوفك دا تحاول تطلع من علاقة الشخص هذا ما اشوف الغلط منه مئة بالمئة اشوف الغلط بك ولكن ممكن هذا الشخص اللي انت قاعد تتعاملوا اياه او اللي منفصل طبعا هذا السيناريو ثاني حسنا